اهلا بكم مشاهدين في اخبار الساعة من العربية نستعد ونرصد معكم ابرز المستجدات وفي العناوين مساعي امريكي لتجنب عدوى افلاس سيليكون فالي وسيغنيتشا واروسيا تحذر من ازمة عالمية القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الاوكرانية في باخموت وكييف تقر بصعوبة الوضع بعد سبعة عشر عاما داخل سجن اسرائيلي اكبر الاسرى الفلسطينيين على موعد مع الحرية اليوم بيونج يانج تستبق منورة امريكية كورية جنوبية باطلاق صاروخي كروز وسول تعلن حالة التأخب اهلا بكم مشاهدين في اول تعليق روسي على ازمة بنكين امريكيين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفة قالت ان الولايات المتحدة ستحاول انقاذ نظامها المصرفي من خلال طباعة النقود مشيرة الى ان عملية طباعة النقود ستؤدي الى تفاقم الازمة الاقتصادية حول العالم هذا واكدت وزيرة الخزانة الامريكية جينت يلين ان الحكومة تريد تجنب تأثير افلاس بنك سيليكون فالي على بقية النظام المصرفي وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة سي بي اس الامريكية ان الحكومة تريد التأكد من ان مشكلات احد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك اخرى قوية واشارت يلين انه يجري العمل مع وكالة تأمين الودائع لايجاد حل لبنك سيليكون فالي الذي لا يغطي التأمين نحو 96 من ودائعه مؤكدة ان وكالة تأمين الودائع تدرس مجموعة واسعة من الحلول لما في ذلك الاستحواذ من بنك اخر مستبعدة في الوقت ذاته انقاذ البنك عبر ضخ اموال عامة قبل ذلك المشاهدين اعلن رئيس الامريكي جو بايدن التوصل الى حل في ازمة بنكي سيليكون فالي وسيغنيتشا حيث طمأن الرئيس الامريكي المدعين بان ودائعهم موجودة ويمكنهم سحبها عند الحاجة وقال بايدن ان الحل الذي تم التوصل اليه مع مسؤولي البنكين يجنب تعريض اموال دافع الضرائب للخطر كما تعهد بايدن بمحاسبة المسؤولين عن انهيار بنك سيليكون فالي مؤكدا التزامه ببدل المزيد من الجهود لتنظيم ورقابة البنك الكبرى من جهتها قالت وزارة الخزانة الامريكية ومجلس الاحتياطي الاتحادي والمؤسس الاتحادي للتأمين على الودائع قالوا ان المدعين يستطيعون الوصول الى كل اموالهم بدءا من اليوم الاثنين وان دافع الضرائب لن يتحمل اي خسائر لها علاقة بالقرار المرتبط ببنك سيليكون فالي كما اكد صنوق النقط الدولي انه يراقب الاثار المحتملة على الاستقار المالي بسبب انهيار بنك سيليكون فالي معبرا عن ثقته في ان واشنطن تتخذ الاجراءات الملائمة وحول ازمة بنك وادي سيليكون اكد ريشي سوناك ان العمل جار لاجاد حلول مناسبة لازمة واضف ان بريطانيا ستواصل دعم قطاع تكنولوجيا الذي يشهد تفوقا عالميا اتفاهم القلق الذي يخيم على الناس حول ما يحدث مع بنك سيليكون فالي تحدثت الى بنك انجلترا والمنظمين لدينا حول ايجاد حل مناسب سيكون لدى الحكومة المزيد لتقوله عن هذا الامر اريد طمأنة الناس باننا سنواصل دعم قطاع التكنولوجيا الذي يتفوق على العالم في الوظائف عالية المستوى التي يوفرها واعلن بنك انجلترا المركزي اتمام استحواذ بنك اتش اس بي سي على الشق البريطاني لبنك سيليكون فالي الذي تعرض الانهيار مقابل جنيه سريني واحد فقط وقال وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت ان الصفقة تمت صباح اليوم وانه يمكن لعملاء بنك سيليكون فالي في بريطانيا الوصول الى ودائعهم ابتداء من اليوم متعاهدا بحماية اموال الموضعين واكد بنك انجلترا المركزي ان البنوكة الاخرى لم تتأثر بالازمة وان النظام المصرفي لا يزال امنا ومستقرا نتابع كارثة مصرفية قد تطال البنوكة الامريكية في حال لم تقدم ادارة الرئيس جو بايدن حلا في اسرع وقت بدأت مع ازمة افلاس بنك سيليكون فالي والتي تعد الاكبر منذ الازمة المالية العالمية عام 2008 ازمة اس في بي ادت الى هلع بين الموضعين في البنك ليتجه الى سحب اموالهم دفعة واحدة بينما اصول البنك لا تكفي لتغطية جميع الودائع فالمبالغ التي تكون ادنى من 250 الف دولار يغطيها تأمين للسحب الفوري من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية لتبقى بقية المبالغ في البنك ضغط الموضعين على سيليكون فالي ادى الى انهياره ما دفع الحكومة لاغلاقه بجميع فروعه والاتجاه الى ايجاد حل لانقاذ اموال الموضعين الخوف الاكبر ان تنتقل العدوى الى بنوك اخرى مشابهة لسيليكون فالي ما قد يؤدي الى كارثة مصرفية حقيقية ونزيف في تمويل قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة مصادر من البيت الابيض اكدت ان مسؤول ادارة بايدن يقيمون تداعيات انهيار البنك تجنبا لتأثير افلاس اس في بي على بقية البنوك يبقى الحل معلقا حتى يوم الاثنين الذي يجتمع خلاله البنك الفيدرالي الامريكي ومن دماء مشاهدين ينضم الينا الموحل الاقتصادي احمد الخطيب اهلا بك سيد احمد معنا في هذه النشرة لعلى اول ما يتبادى الى الذهن عند سماع خبر انهيار هذين البنكين الامريكيين يتبادى الى الذهن ما حدث في 2008 عندما انهار بنك واشنطن يوتشوال هل نحن امام سيناريو مشابه؟ هلا يعني بعض الظروف مشابهة ولكن طريقة التعامل مع المستجدات اللي عم بتصير مع البنوك مختلفة اسرع القرارات سريعة القرارات كبيرة ومهمة مشانك انا برأي انه الادارة الامريكية بمختلف اجنحتها عم بتحاول تشدد على طمأنة قطاع المصارف قطاع المدعين بشكل عام خوفا من انه يعني فقدان الثقة انه يؤثر على مشاكل اخرى في ظل انه الاقتصاد الامريكي بشكل عام عنده الكثير من التحديات من التضخم وصف الدين واشياء اخرى اعتقد السيناريو يعني فيه شبه ولكن يعني التعامل معه حتى الان عم نشوفه بشكل مختلف والدليل انه بسرعة انتقلنا من احتمال انه تحط الكارثة اليوم الحديث من فجر اليوم يعني انه تقريبا تم حل المشكلة طيب لو يمكن ان تقدم لنا قراءة اقتصادية سريعة ومبسطة عن الاسباب التي ادت لانهيار هذين البنكين هلأ تحديدا انه مثلا السيليكون فالي اللي هو اللي بدأت عنده المشكلة المشكلة انه بيتعامل بشكل كبير جدا هو البنك المفضل لشركات القطاعات الشركات الناشئة والاستثمار الجري وما اعلى ذلك فكان بيحصل على اداعات كبيرة منهم سواء عندما يحصلوا للتمويل او من خلال ارباحهم والاستثمارات اللي كان عم بيعملها كان عم بيعملها بسندات الخزينة الامريكية اللي هي مضمونة ولكن على فترات بعيدة بفادة قليلة لما بدأت ترتفع اسعار الفائدة اصبحت قيمة السندات اللي عنده اقل لانه صار بالسوء فيه سندات جاذبة اكتر ومع شح التمويل للشركات الناشئة اصبحت تسحب منه فاصبح هناك اللي منسميه ميس ماتش بفترات استحقاق الودائع مقابل الاصول يعني الاصول مقابل الالتزامات فاصبح بحاجة الى التمويل الجديد طيب لكن هناك ما يشبه التناقض ربما في التصريحات في الداخل الامريكي الرئيس الامريكي جو بايدين يتحدث عن امكانية استرداء استعداد الاموال بالنسبة للموضيعين لكن المؤسسة الفيدرالية للتأمين الودائع اعلنت ان اعادة هذه الاموال تعتمد على نتائج بيع اسهم هذا البنك وبالتالي يمكن للموضيعين استعداد اموالهم لكن هذا ايضا نتائجه غير مضمونة حتى هذه اللحظة هل هناك تناقض في التصريحات حول التعاطي مع هذه الازمة في تقديرك؟ لا هو مش تناقض هو لانه اصبح في عدة جهات داخل بالموضوع جهات تأمين الودائع عم تضمن الى حد معين تم استخدام او العمل على الوصول الى تأمين اخر من صناديق اخرى موجودة للطوارئ مع التشديد دائما انه ما بدون يستخدموا اموال دفعي الضرائب اللي هي اموال اللي عندها الحكومة يعني وايضا انه ما يكون فيه انقاذ للمساهمين او للبنك نفسه بمراكزوا بس على ضمان الودائع لا اعتقد اعتقد يعني الجهود عم تحاول تتكامل نعم وحتى الان يبدو انها ناجحة ولكن القلق انه يعني تخرج اشياء اخرى بعد مش ظاهرة حاليا او بنوك اخرى تتعرض الى نفس المشاكل طيب انا سأل معك الى هذه النقطة لو اسعى في الوقت لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروف كما تبعنا قبل قليل تتحدث عنه ان من ضمن الحلول التي ستلجأ اليها الولايات المتحدة هي طباعة العملة بكميات كبيرة وهذا ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي هل تعتقد ان ذلك من ضمن الحلول المطروحة والتي يمكن ان تكون ناجحة مع العكس تماما لا لا اعتقد انه بالشكل مباشر يعني انه عملية طباعة عملة وتقطية التزامة لانه هيكلية الاقتصاد هيكلية المصارف والنظام المصرفي من المهم جدا في امريكا انه يكون يعني محافظ على متانته اعتقد ان تصريحات مثل هذه حاليا في ظل التجاكبات السياسية يعني اكتر على موضوع يعني اتهامات عامة اكتر من انه فعلا تقنية او اقتصادية لا اعتقد انه الامور تصير بهذا الاتجاه ما هي فرص انتقال عدوى سيليكون فاليو وسيجنيسشر الى بقية البنوك الامريكية وخارج الولايات المتحدة ايضا وماذا عن بنوكنا في شرق الاوسط فرص انه تنتقل العدوى الى بنوك اخرى يعتمد عليك لأي درجة الموديعين بشكل عام عم يقرأوا بقرارات الحكومة الامريكية الادارة الامريكية طمأنة اذا كان في عدم ثقة يعني انا هلا مثلا كامودي حتى لو سمعت انه الادارة عم تضمن بس بفضل انه اسحب اموالي من بنك معين الى بنك اكبر لانه بشعر بثقة اكبر معنات الثقة منها موجودة كتير ممكن نرى مشاكل اخرى الانتقال العدوى الى خارج امريكا بريطانيا مثلا نشتروا البنك من قبل بنوكنا في الشرق الاوسط لا اعتقد حسب معلومات المتعفرة انه انكشاف بشكل كامل على بنوك من هالنوع موجود اعتقد انه يعني الوضع اقل خطورة يعني طيب هل ستدفع هذه الاحداث نحو اعادة النظر حول ما يروج له من صلابة النظام المصرفي الامريكي وبالتالي وضع هذا النظام في خانة الهشاشة في تقديرك لا اعتقد انه يعني الحديث عن موضوع هشاشة يعني كبير جدا حاليا ولكن اعتقد قد يعاد النظر في السياسات النقدية الحالية اللي بخصوص رفع الفوائد والتضخم اللي الطريقة اللي عم بحاولوا يتعاملوا فيها قد نشهد في الفتر القادم وهذا ايضا قد يعني يغير من منظور الثقة في النظام المصرفي بس يعني اعتقد في الايام القادمة بيبين عندنا قدرة الادارة الامريكية بنحطها المختلفة على السيطرة على حدث من النوع بشكل سريع والاستمرار او انه هيطلع مشاكل اخرى ممكن بعد ان نحكي عنها الشاشة وما شابهت نقل عن الخارجية الايرانية التي قالت ان الاجواء الايجابية للعلاقات مع السعودين ستكون سببا لحل الازمة وسنعلن قريبا عن مكان عقد اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والايراني الخارجية الايرانية مشاهدين ايضا قالت ان واشنطن وافقت في مرحلة ما على فصل تبادل السجنة عن ملف النووي ولدينا اتفاق مكتوب مع واشنطن حول تبادل السجنة لكن نمتنع نشر تفاصيله ونتوقع ان تؤثر العلاقات الايجابية مع السعودية على بقية دول المنطقة اذا مشاهدين بالعودة الى سياق نشرتنا اكد قائد قوات البرية الاوكرانية الجنرال اوركسندر سيرسكي ان الوضع حول مدينة باخموت لا يزال صعبا وقال في تصريحات صحفية ان القوات الاوكرانية مستمرة في التصدي للمحاولات الروسية التي تهدف لسيطرة على المدينة من جهة اخرى اعلنت هيئة الاركان الاوكرانية التصدي لأكثر من مئة هجوم روسي في خمسة محاور عملياتية واشارت الى ان القوات الروسية تحاول اقتراق الدفاع الروسية في كوبيانسك وليمان هذا واعلن الرئيس الاوكراني بروض منزيرنسكي ان اكثر من الف ومئة قتيل سقطوا في صهوف القوات الروسية خلال اقل من اسبوع في المعارك قرب باخموت وحدها كما اكد الرئيس الاوكراني في قطابه اليومي اصابة نحو الف وخمسمائة جندي روسي بجروح بلغة بما يكفي لابعادهم عن اي عمليات اخرى مشاهدين من كيف ينضم الينا الصحفي محمد الباب اهلا بك محمد وبداية اخير تطورات المتوفرة حول الوضع في باخموت ووضع القوات الاوكرانية ما اذا كانت فقط متواجدة في خانة الدفاع انها بدأت تهاجم ايضا بعد الحديث عن انها تتحضر منذ مدة لخجوم كاسح على القوات الروسية في المنطقة نعم صباح الخير يعني بعد الزيارات المتكررة لقائد الكوات البرية الاوكرانية اليكساندر سيركسي الى منطقة باخموت وهو يعني ايضا متواجد في بلدة التي تقع غرب مدينة باخموت وهو يقود عمليات الدفاع لان الجيش الاوكراني حتى هذه اللحظة لا يزال في عملية الدفاع وكما قال سيركسي ان الكوات الروسية ومجموعات فاكنر تحاول اقتحام مدينة باخموت من كل الجهات من ثلاثة الجهات من الجهة الشمالية التي تكثفت بالامس محاولات الاقتحام اكثر من واحد وستين محاولة اقتحام وهجوم على تلك البلدة على مدينة باخموت بالامس سدتها الكوات الاوكرانية الجيش الاوكراني اعلن انه ايضا حقق اصابات كبيرة في مجموعات فاكنر من التي تهاجم والتي اصبحت متمركزة في الاحياء الشركية لمدينة باخموت ويفصل بين الاحياء الشركية ووسط باخموت والاحياء الاخرى هو نهر باخموتكي الذي اصبح كخط دفاع اول للجيش الاوكراني بسبب هذا النهر وبعد تدمير الجسور التي يقتقى على هذا النهر اصبحت الى حد ما صعوبة من كوات فاكنر بالهجوم من الجهة الشركية لذلك تستعين عن الهجوم من الجهة الجنوبية والجهة الشمالية الكوات الاوكرانية ايضا استمرت بتبديل الوحدات بسحب وحدات من باخموت وإدخال وحدات اخرى لاعادة ضغط دم جديد في العمليات الدفاعية لمدينة باخموت كما اصبح واضح ان الكوات الاوكرانية لا تزال متمسكة بهذا الموقع طيب محمد عفو لكن ما هي طبيعة هذه القوات المدافعة الاوكرانية هناك من يتحدث عن انهم نعم هناك من يتحدث عن انهم من قوات النخبة لكن هناك من يقول انهم من قوات الاحتياط الاقل تدريبا وجاهزية ايضا يعني الكوات الاوكرانية لم اسمع سؤالك ان الصوب كان متقطع ولكن ما استطيع ان اقول ان الكوات الاوكرانية التي تدافع الان في مدينة باخموت هي من الكوات التي بدأت اصل الى مدينة باخموت من الكوات التي خضعت لتدريبات خاصة في دول الاتحاد الاوروبي وايضا لا ننسى عن بدء وصول يعني يجب تذكر يعني معلومة مهمة بدء وصول عتاد غربي وقذائف لمدافع هاوزر 155 بدأت اوكرانية تحصل على هذه الاسلحة التي ارسلتها الولايات المتحدة الامريكية والشركاء الغربيين لذلك يعني الخطة التي يتبعها الجيش الاوكراني الان هو استفادة الوقت ومحاولة استنزاف الكوة الضاربة للجيش الروسي التي تتمثل في مجموعتين هي مجموعة فاغنر والكتيبة الشيشانية التي تم نقلها من زاباروجيا باتجاه ايضا مدينة باخمت للمشاركة في الهجوم من الناحية الجنوبية وبالامس يعني كان هناك عدد كبير من القتلى في صفوف الكوات الروسية كما اعلن اكثر من اربعمائة قتيل ثلاثمائة وخمسين الى اربعمائة قتيل تم اعين اعلن الجيش الاوكراني انه قتلهم في محور باخمت بالكامل الذي يقع من ثلاثة جهات من الجهة الشرقية من الجهة الشمالية والشرقية والجنوبية بينما الجيش الاوكراني بدأ ايضا يكسب ضرباته المدفعية وبالامس يعني تم نقل عدد من منظومات جراد ومدافع هاوزر الى المنطقة الجنوبية لمدينة باخمت وذلك لتخفيف الضغط عن الكوات الاوكرانية المدافعة يعني معركة باخمت دخلت شهرها الثامن والسلطات الاوكرانية مصر على دفاع والاستماتة في دفاع عن هذه المدينة لكن هل تؤثر هذه المعركة على بقية المناطق في اوكرانيا وبقية العمليات او الجبهات في اوكرانيا يعني حتى هذه اللحظة الجيش الروسي وسع عملياته باتجاه مقاطعة خاركوف وهو كان يقوم بهجوم على منطقة كوبيانسك التي حررتها الكوات الاوكرانية في الفترة الماضية ولكن بالامس وقبل امس كانت تقريبا معظم الجبهات هادئة نسبيا يعني هي مشتعلة ولكن أهدأ من معلقة باخموت وأيضا لا ننسى الهجوم الذي يقوم به الجيش الروسي على منطقة أدفيافكا وسعيه لاحتلال تلك المنطقة لإبعاد الجيش الاوكراني والمدفعية الاوكرانية التي تستطيع ضرب نقاط ومراكز داخل مدينة دونيسك لأن منطقة أدفيافكا هي تبعد فقط 10 كيلو متر إلى 12 كيلو متر عن داخل مدينة دونيسك هناك أيضا هجوم في منطقة زاباروجيا كان يعني على أهل دار هذه المنطقة التي تتعرض أيضا لهجوم كبير لذلك وضع الجبهات يعني مشتعل ولكن أخف حماوة من وضع باخموت لأن الكوات الروسية تضع كل ثقلها وخاصة يعني مجموعة فاغنر تحاول استباق الأمور والدخول والسيطرة على مدينة باخموت لتحقيق نصر معنوي كبير بوجه ليس بوجه أوكرانيا بل بوجه وزارة الدفاع الروسية وهذا هو حديث مساء الإعلام الأوكرانية عن الصراع القائم الآن بين وحدات فاغنر بين قيادة فاغنر ووزارة الدفاع الروسية شكرا لك من كييف كنت معنا الصحفي محمد البابا تحياتي محمد شكرا تحياتي نشتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعض الفاصل على وقع الاحتياجات الإيرانية العثور على جثة ناشط في حقوق الطفل بعد ثمانية عشر يوما من اعتقاله أهلا بكم مشاهدين من جديد في إيران أعلنت منظمة حقوق الإنسان هانغاو العثور على جثة ناشط في مجال حقوق الطفل صادق بولا ديوند في أحد شوارع مدينة كاتساران وذلك بعد مرور ثمانية عشر يوما على اعتقاله من قبل مخابرات الحرس الثوري الإيراني كما أضافت المنظمة أن فورا ديوند قتل تحت التعذيب الشديد على حد وصفها في أفغانستان قال وزير التعليم العالي بحكومة الطالبان ندى محمد نديم إنه يجب قتل كل من يخالف الحكومة وأضاف في التصريحات التي لاقت سخطا كبيرا من شخصيات داخل الحركة أفغل أضاف أن من يزعزع النظام بالنطق أو القلم أو الأفعال يجب قتله كل من يسعى لزعزعة استقرار النظام إن كان بالنطق أو القلم أو الأفعال فإن جميع هؤلاء يعتبرون من البغاة ويجب قتلهم من المقرر أن يصل اليوم رئيس الوزراء البريطاني لشي سوناك إلى واشنطن حيث سيتم التوقيع على صفقة الغواصات النووية مع أمريكا والسوراليا هذا وكان سوناك أعلن أن بلاده ستستثمر خمسة مليارات جنيهن السرليني إضافية في قطاع الدفاع حيث سيتم العمل على تجديد مخزون الذخيرة وتعزيزه وتحديث مؤسسة الطاقة النووية البريطانية وتمويل لمرحلة التالية من برنامج غواصات أوكاس وذلك وفقا لبيان صادر عن داونينج ستريت نتابع من الواضح أن العالم أصبح أكثر تقلبا والتهديدات تزداد ضد أمننا سنستثمر خلال العامين المقبلين خمسة مليارات جنيه سترليني لدعم قواتنا المسلحة التي تحقق تقدما كبيرا وسنزيد نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي لذلك يمكننا الاستمرار في ريادة العالم عندما يتعلق الأمر بالدفاع والحفاظ على أمن بريطانيا دعا الرئيس التونسي قيسي سعيد مجلس نواب الشعب الجديد إلى عقل جلسته الفتاحية اليوم الاثنين وذلك وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية حيث أن الدستورة التونسية ينص على ضرورة دعوة الرئيس لانعقاد البرلمان بعد أسبوعين من تصريح هيئة الانتخابات بالنتائج النهائية للتشريعية التشريعية هذا وكانت سهيئة الانتخابات أعلنت في 25 من فبراير الماضي عن فوز 154 مترشحا بمقاعد في البرلمان بعد تنظيم جولتين ويتكون البرلمان الجديد من 161 عضوا لكنه سينطلق في أعماله منقوصا من سبعة نواب على خلفية عدم تسجيل ترشحات في عدد من الدوائل الانتخابية خارج البلاد مشاهدين من تونس انضم إلينا الصحفية نسين حمداوي أهلا بك نسرين وكيف تبدو أجواء ما قبل انعقاد الجلس الأولى للبرلمان التونسي الجديد وما الذي يدور خلف الكواليس نعم صباح الخير دقائق قليلة تفصلنا عن موعد الجلسة الافتتاحية هنا في بادو في مقر مجلس نواب الشعب على وجهة تبدو عادية باعتبار أن هناك تواجد أمني مكثف على طول الطريق المؤدية إلى هنا ساحة باردو قرب العاصمة تونس هناك تواجد أيضا لعديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية التي تغطي هذا الحدث الهام الذي كان هناك ثلاث أشهر طويلة كان العمل على هذا المجلس النواب بعد انتخاب أعضائه في السابع عشر من ديسمبر الماضي وبعد انتفاء كل الشروط القانونية من التعون وغيرها ثم أخيرا قام رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الإنعقاد اليوم الاثنين الثالث عشر من شهر مارس وفقا للترتيب التي أعلن عنها مجلس نواب الأمس فأن هذه الجلسة ستكون برئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغرهم وأصغرهن سيقوم النواب بصفة جماعية بتلاوة القسم ثم اختيار لجنة للسهر على فرز والإعداد للترشحات لرئاسة مجلس نواب الشعب بصفة دائمة ثم ستقوم بتلقي الترشحات وفرزها على دورتين إذا لم يتحصل أي من المترشحين على أغلبية الأصوات وهناك نسرين تنافس محموم على رئاسة البرلمان لكن من هم أبرز المرشحين والأوفر حظا بينهم أيضا لتسمعين النسرين بالفعل هناك عديد الأسماء التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضية خاصة بعد الإعلان عن نتائج الأولية للانتخابات التشريعية لكن الأقرب من الأسماء المتداولة هو عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة باعتباره أعلن أنه ينوي الترشح إلى هذا المنصب وأيضا هناك عديد الأسماء ربما تكون من حركة الشعب التي تحظى بنصيب وافر من أعداد البرلمانيين الذين فازوا في هذه الانتخابات لكن إلى حد هذه اللحظة لا نعلم عدد المترشحين أو منهم باعتبار أن الجلسة لم تنتلقوا بأن أيضا الترشح سيكون عالنيا ولكن الانتخاب هو ما سيكون سريا خلال هذه الجلسة الأولى الافتتاحية هل من مواقف سجلت من قبل المعارضة إذا هذا الحدث ألهام وهل من دعوات لتحركات احتجاجية على سبيل المثال في هذا اليوم أيضا؟ حقيقة المعارضة لم تقم بأي دعوة للتحرك أو الاحتجاج خلال هذا اليوم أيضا هي لم تصدر أي موقف لدعوة المجلس للإعيقاد باعتبار أن هذا التاريخ هو حتمي باعتبار سيرورة رزنامة التي كان أعلن عنه منذ أشهر طويلة فإنه بعد الطعون سيتم بالتالي بصفة آلية دعوة مجلس النواب للإعيقاد لكن المعارضة إلى حد هذه اللحظة لم تصدر أي بيانات أو تدعو للإحتجاج بالشارع وبالتالي الأمور هنا في ساحة برضو تصير بصفة طبيعية جدا وبشكل هادئ نعم شكرا لك من تونس كنت معنا الصحفي نسر حمداوي تحياتي نسر وسنكون معك في متابع لتفاصيل هذا الحدث وفي أعقاب إعلان السعودية وإيران استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارتين خلال الشهرين أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصبي فرحان أن هذا الاتفاق لا يعني حل كل الخلافات بين الطرفين موضحا أن الاتفاق على العودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار كما أشر الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة مع الشرق الأوسط إلا أنه يتطلع إلى لقاء نظيره الإيراني قريبا بناء على ما تم الاتفاق عليه مؤكدا أن الرياض ماضية في مسار التهدئة وخفض التصعيد استشعارا لدورها ومسؤوليتها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي أشارت تقديرات نشرت في تقرير من المجلس الأمن الدولي أن تنظيم داعش في العراق لا يزال يحتفظ بنحو 400 إلى 500 مقاتل نشط وفي حين أعلن عراق الانتصار على التنظيم المتشدد في 2017 لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد ويشنون هجمات متفرقة على القوات الأمنية وعلى المدنيين كذلك ترجمة نانسي قنقر نشطنا المستمر فيها بعد الفاصل حفظ الأوسكار 2023 يستعيد بريقه ثلاث جوائز لفيلم ألماني والهند تدخل التاريخ بأغنية مساعي أمريكية لتجنب عدوى إفلاس سيليكون فالي وسيغنيتشا وروسيا تحذر من أزمة عالمية القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية في باخموت وكييف تقر بصعوبة الوضع بعد 17 عاما داخل سجن إسرائيلي أكبر الأسرى الفلسطينيين على موعد مع الحرية اليوم بيونج يانج تستبق مناورات أمريكية كورية جنوبية بإطلاق صاروخي بل بإطلاق صاروخي كروز وسول تعلن حالة التأهب أهلا بكم مشاهدنا من جديد اعتقلت القوات الإسرائيلية 13 فلسطينية من مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس من جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مواجهات انتلعت بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في بلدة نعلين غرب رامالله وأصيب العشرات باختناق جراء إطلاق قنابي الغاز الكثيف باتجاههم هذا هو أعلن حداد وإضراب تجاري في مدينة نابلس عقب مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة آخر تم اعتقاله لاحق الجيش الإسرائيلي وصف العملية بالحازمة والدقيقة باستهدافه لمن قال إنهم أطلقوا النار على موقع للجيش فيما تبنت مجموعة عارين الأسود الهجوم المسلح وأعلنت مقتل ثلاثة من أفرادها هنا قتلت إسرائيل ثلاثة فلسطينيين واعتقلت رابعا في عملية قال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطينيين الأربع أطلقوا النار على نقطة للجيش الإسرائيلي صباحا فقتل ثلاثة منهم وأصيب رابع تم اعتقاله لاحقا وبحسب المصادر الفلسطينية فإن الأربع ينتمون إلى تنظيم عارين الأسود في مدينة نابلس وكانوا في طريقهم الإطلاق النار على نقطة عسكرية إسرائيلية بين قريتي جيت وصرى غرب نابلس مشهد بات يتكرر يوميا تقريبا في الأراضي الفلسطينية حداد وإضراب يشل الحركة التجارية في المدن الفلسطينية عقب مقتل فلسطينيين فقد كتل منذ بداية العام الحالي برصاص الجيش الإسرائيلي أكثر من ثمانين فلسطينية من مدينة نابلس شمال الأراضي الفلسطينية خالد القاسم العربي في ضفة الغربية يترقب الفلسطينيون أن تفرج إسرائيل اليوم الاثنين عن أكبر الأسر الفلسطيني عمرا وهو الأسير فؤاد الشوبكي البالغ من العمر ثلاثة وثمانين عاما بعد أن أمضى سبعة عشر عاما في السجون الإسرائيلية حيث سيتم الإفراج عنه من سجن عسقلان وسيكون هناك استقبال احتفالي له في رام الله هذا ويعد الأسير الشوبكي سياسيا وعسكريا برتبة لواء وأحد أعضاء حركة فتح اختطفه الجيش الإسرائيلي من سجن أريحة عام 2006 مع أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات من رام الله مشاهدين ينضم إلينا مراسلة عربية خالد القاسم أهلا بك خالد وهل تأكد موعد الإفراج عن الأسير الشوبكي وكيف تبدو الاستعدادات الاحتفالية به في رام الله لا تأكيدات حول الساعة قبل دقيقتين كنت أتحدث مع نجله الأكبر الذي يتنقل ما بين معبر الظاهرية ومعبر تركوميا لتضارب الأنباء الواردة من إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية حول مكان إطلاق صراح فؤاد الشوبكي أو الساعة الدقيقة لإطلاق صراحه وهذا ما اعتاد عليه الفلسطينيون عند إطلاق صراح شخصيات سياسية أو اعتبارية فلسطينية يكون هناك تمويه في المكان والموعد أما بالنسبة للاستعدادات فسيتم استقبال الأسير أو كما استلح على تسميته شيخ الأسرة في هذا المركز الترويحي التابع لبلدية رمالة بعد أن يضع إقليلا من الظهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات وهناك عدة فعاليات احتفالية تنتظره فور وصوله إلى مدينة رمالة طيب خارد ماذا نعرف أيضا عن شخصية الشوبكي أسباب اعتقاله في 2006 ومكانته أيضا أو ما إذا كان يرمز أو له رمزية بين جميع الأسراء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يعني ما نعرفه عن فؤاد الشوبكي أنه من مواليد قطاع غزة عام 1940 أنهى باكالوريوس المحاسبة من جامعة القاهرة وأن التحق بصفوف الثورة الفلسطينية منذ بداية انطلاقاتها وتنقل مع حركة فتح بين العواصم بين دمشق والأردن وتونس وبيروت حتى عاد ضمن اتفاق أوسلو عام 1995 ليسلمه الرئيس الراحل ياسر عرفات المسئولية المالية للسلطة الفلسطينية وإسرائيل تتهمه بتمويل كل الأعمال غير القانونية للسلطة الفلسطينية اتهمته إسرائيل عام 2002 بتمويل وشحن سفينة أسلحة عرفت حينها بكارين إيه اعترضتها البحرية الإسرائيلية والطيران الحرب الإسرائيلي في البحر الأحمر وصادرتها واعتقلت كل طاقمها تتهم إسرائيل بتمويلها وإرسال القوارب لنقل الشحنات إلى قطاع غزة قالت إسرائيل بأن شحنة الأسلحة قادمة من إيران حينها ضغط على السلطة الفلسطينية فتم اعتقال فؤاد الشوبكي في السجن المركزي في أريحة لمدة أربعة عوام عام 2006 حاصرت الكوات الإسرائيلية السجن الذي كان يخضع لحراسة بريطانية وأمريكية وفلسطينية وقامت باعتقال فؤاد الشوبكي ومجموعة أخرى منها الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وعدد من أعضاء خلية اتهمت باغتيال الوزير الإسرائيلي رحف عام زئيلي طيب خالد هل يمكن أن يكون الإفراج عن الشوبكي اليوم هو مقدمة لإفراج عن أسرى آخرين في السجن الإسرائيلية في هذا السياق؟ لا حديث عن صفقات تبادل أو بوادر حسنية لإطلاق صراح أسرى ولكنه أنهى اللحظة الأخيرة من الحكم الذي حكمته عليه إسرائيل حيث حكم بعشرين عاما ثم خفضت إلى سبعة عشر عاما هو ليس مقدمة هو أنهى محكوميته ومنهنيه محكوميته في السجون الإسرائيلية يطلق صراحه من الجدير بالذكر بأن فؤاد الشوبكي يعانق الحرية بمرض السرطان في البروستات أمراض في المعدة أمراض في القدمين ارتفاع ضغط الدم وضعف في النظر شكرا كاميرا من الله كنت معنا مرأس العربية خالد القازم تحياتي خالد في خطابه الأول بعد انتخابه لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات على رأس الصين شدد الرئيس الصيني شوجينبينغ على ضرورة تعزيز الأمن القومي في كلمة ألقاها في ختام الدورة السنوية للبرلمان محذرا من المخاطر التي تتعرض لها بلاده وقال شيء أمام نحو ثلاثة آلاف نائب تجمعوا في قصر الشعب في بكين قال إن الأمن هو أساس التنمية في حين أن الاستقارة شرط أساسي للازدهار مؤكدا ضرورة التعزيز الكامل لعملية تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة وجعل الجيش سورا فلاذيا عظيما يحمي سيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية على حد أصفه كما انتقد زعيم الصيني القوى الخارجية التي تتدخل في تايوان إن التنمية في الصين تفيد العالم ولا يمكن للصين أيضا أن تتطور بمعزل عن بقية العالم وفي الوقت الذي نبذل فيه جهودا ملموسة لتعزيز الانفتاح فإننا لن نزيد الأسواق والموارد العالمية من أجل تنميتنا الخاصة فحسب بل سنعمل أيضا على تعزيز تنمية العالم بأسره وسنكرس جهودنا للسلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة ونقف بحزم على الجانب الصحيح من التاريخ ونمارس التعددية الحقيقية وأكد رئيس الصيني شو جيمبي على أن بلاده ستعمل على تعزيز أمنها القومي للحفاظ على استقارها مشددا على أن بكين ستنضي قدما في حملتها للتعبئة وستؤسس جيشا قويا ليحمي أمنها ومصالحها الأمن هو أساس التنمية والاستقرار هو الشرط الأساسي للازدهار وعلينا تنفيذ نهج شامل للأمن القومي وتحسين نظام الأمن القومي لدينا وتعزيز قدرتنا على حماية الأمن القومي وتعزيز إدارة السلامة العامة وكذلك تحسين نظام الحكمة الاجتماعية لضمان نموذج إنمائي جديد يجب علينا المضي قدما في حملتنا للتعبئة فيما يتعلق بالدفاع الوطني والجيش وتحويل جيش الصين إلى جدار كبير من الصلب بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخي كروز من غواصة قبيل الساعات بموعد بدء مناورات عسكرية مشتركة أمريكية كوريا الجنوبية واسعة النطاق شددت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية على أن الجيش في حالة تأهب قصوى وأن وكالة المخابرات في البلاد وأكد المتحدث باسم الهيئة الكورنين لسونجون على أن وكالة المخابرات في البلاد تعمل مع نظيرتها الأمريكية لتحليل تفاصيل الإطلاق بالأمس اكتشف جيشنا صاروخا غير محدد أطلق من غواصة في المياه بالقرب من كوريا الشمالية وتعمل وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية على تحليل التفاصيل هذا وانطرقت أكبر مناورة عسكرية مشتركة بين جيش كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتحاكي التهديدة النووية التي تمثلها كوريا الشمالية وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكوريا الجنوبية أن مناورات الدرع الحرية تتستمر لمدة عشرة أيام بلا انقطاع وهي أطول فترة على الإطلاق تجرى فيها مناورة مشتركة بين البلدين وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الحالفين عازمان على تطبيق سيناريوهات تدريب واقعية تتعلق بالتهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية مشاهدين أعلن خفر السواحل الإيطالي فقدان نحو ثلاثين مهاجراً قبالة سواحل ليبيا خلال عملية إنقاذ من قبل سفينة الشحن كانت تبحر في المنطقة وأفاد خفر السواحل في بيان بأن المركب الذي كان يقل سبعة وأربعين مهاجراً انقلب فتم إنقاذ سبعة عشر منهم بينما فقد نحو ثلاثين آخرين المهاجرون الذين تم إنقاذهم نقلوا إلى مالطة لتقديم الرعاية الصحية لهم فيما لا زالت عمليات البحث مستمرة عن المفقودين تجرى الإشارة مشاهدين إلى أن أكثر من أربعة آلاف شخص وصلوا إلى إيطاليا منذ الأربعاء الماضي في وقت تكافح فيه الحكومة الإيطالية لسيطرة على تدفق المهاجرين من ليبيا إلى أراضها أعلنت سلطات بيرو حالة الطوارئ في البلاد حيث تسبب إعصار ياكو في هطول أمطار غزيرة وتدمير مئات المنازل وحدث فيضانات كبيرة في المناطق الشمالي البلاد أدت إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل ترجمة نانسي قنقر أشعالت تغريدة غاري لينكر مقدم البرامج الرياضي في قناة بي بي سي جدلا كبيرا في بريطانيا بعدما شبه مشروع قانون قوارب الهجرة غير قانونية الذي أعلنت عنه وزيرة الداخلية شبهه بقوانين ألمانيا النازية بي بي سي أوقفت لينكر عن تقديم برنامجه الشهير الأمر الذي أدى لإضراب موظفين على العمل وردود أفعال غاضبة داخل وخارج المؤسسة تحول الجدل الحاصل حول مشروع قانون قوارب الهجرة غير النظامية في بريطانيا من مناقشة لمضمون القانون إلى خلافات شكلية تناولت تعابير إعلامية وأسقطات تاريخية فتغريدة غاري لينكر الذي يقدم برامج على قناة بي بي سي والتي شبه فيها قانون الهجرة بتلك خلال أيام ألمانيا النازية فجرت معركة كانت تطوق إليها تيارات بريطانيا المتصارعة في البداية أوقف غاري لينكر عن تقديم برنامجه فانسحب العديد من الصحفيين من أعمالهم في المؤسسة اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ولا يبدو أن هناك تهدئة من داعمي لينكر الذين هددوا بالانسحاب من المؤسسة بسبب ما يقولون أنه انتهاك لحرية التعبير الإشارة إلى ألمانيا النازية أمر حساس في بريطانيا حيث اعتبرت وزيرة الداخلية أن لا حجة لأحد في تشبيه قراراتها بالنازيين أعتقد أنه من غير المقبول مقارنة مقاييسنا التي تعتبر قانونية ومناسبة ورحيمة بألمانيا في الثلاثينيات فيما اضطرت بي بي سي إلى محاولة احتواء قرارها أود أن أرى غاري لينكر يعود على الهواء على بي بي سي لكن علينا أن ننتبه إلى كيفية الحفاظ على التوازن بين الحياد وقدرة الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص على قول الأشياء عبر الأنترنت مشروع قانون الهجرة اعتبر قرارا قاسيا لكن لم يكن متوقعا إقحام النازية في الجدل الحاصل وفيما اعتبر البعض أن غاري تجاوز المقبول في تعليقاته اعتبر آخرون أن قرار بي بي سي قد يحد من قدرة الناس على إبداء رأيهم في قرارات الحكومة من لندن عروب عبدالحق العربية انطلق حفل إعلان جوائز الأوسكار الخامس والتسعين الذي تنظمه الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون الصورة للاحتفال بأفضل الأعمال السينمائية التي أنتجت خلال العام الماضي وقد فاز الممثل كي هويكوان بجائزة أفضل ممثل المساعد عن دوره في فيلم Everything Everywhere All At Once وفازت جيمي ليكرتز بجائزة أفضل ممثلة المساعدة عن دورها في الفيلم نفسه أما جائزة أفضل فيلم دولي فكانت لفيلم All Quiet On The Western Front للمخرج إدوارد بيرغر فيما كانت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة من نصيب جيرمو ديلتورو بينوكيو للمخرج المكسيكي يالتورو وذهب جائزة أفضل فيلم وثائقي للفيلم لفيلم نافاني الذي تدور أحدثه حول تسميم المعارض الروسي أليكسي نافاني في واقعة كانت تودي أو كادت تودي بحياته وفي موقف مؤثر وبكثير من الدموع خاطب الممثل هوي كوان والدته بالقول أمي لقد فست للتو بالأوسكار وذلك خلال تسلمه جائزة أفضل ممثل مساعد خلال حفل تسليم جوائز الأوسكار وستذكر الممثل الويتنامي الأصل رحلته الصعبة إلى منصة التدويج التي بدأت على متن قارب كما قضى عاما كاملا في مخيم للاجئين مضيفا أنه في النهاية أو بطريقة ما انتهى الأمر به على أكبر مسرح في هوليوود وكان حلم من الصعب تصديقه وفي ختم هذه الساعة الإخبارية نذكر بأبرز العنوين مساعي أمريكية لتجنب عدوى إفلاس سيليكون فالي وسيغنتشا وروسيا تحذر من أزمة عالمية القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية في باخموت وكييف تقر بصعوبة الوضع بعد سبعة عشر عاما داخل سجن إسرائيلي أكبر الأسر الفلسطينيين على موعد مع الحرية اليوم بيون يانج تستبق مناورة أمريكية كورية جنوبية بإطلاق صاروخي كروز وسول تعلن حالة التأهب في أمان إلى مشاهدينا